ايجابيات صفر ايجابيات اه هاتل ايجابية واحدة احمد رفعت وعمر كبال عبدالواحد احمد اسف ما تدهمش شفتو ماشي شفتوهم هم لعبة كويسة في الدول وشالين في رقهم في الدول يعني لما تشوفهم ودهم المنتخبات وفطوة مجمعات هم ماخدوش الفرصة كاملة عشان نقدر نحكم عليهم هم لعبة كويسة وازبتو وزي ما يابود داب قال وسمير قال ان هم احراجوا الراجل فالراجل بيوسع اماكن لناس معينة واخد بالك فمش عايز يلعبهم عشان ما تجيش انت فيما بعد ما ياخدش احمد رفعت انت تقول له لا ازاي دا جاب لك البطولة العربية واخد بالك فهو ايه يعني بيتملط من الحتة دي انه هو يعني عشان يعرفك ان المحترفين هو بس كابتل رضا يعني كيروش وصل مع تلات منتخبات اربع مرات لكاس العالم وصل مع البرتغال الفين واثنين وصل مع جنوب افريقيا في الفين وعشة وصل مع ايران في الفين واربعتاشر والفين وطمانتاشر هل دا مش كافي ان هو يكون مدرب كبير وبالتالي نكون بنصق فيه في رؤيته في الفترة اللي جاية ما دمانوش يعني انت عمل تقول لي وصل اربع مرات انت بتقول لي من سنة الفين شوف سنة الفين واثنين كان عنده كم سنة وكانت الكرة عاملة ازاي وكانت المنتخبات عاملة ازاي منت في افريقيا انا بقولك في اسيا اسيا وافريقيا كل المنتخبات التوارد اللي انت وبالشكل دا ايدك منو الارض بالشكل اللي احنا شوفنا دا في معطشات ليبيا ومعطشات الجابون وانجولا وعندك البتولة العربية والله العزيم شوفت الصدمة بتاعت النهاردة هنصدمها في الافريقيا هنصدمها في الملتش الفين يعني مش عايزين نبا متشامين لا مالش بص انت قلت حاجة عايزين ننمشيها إحنا دلوقتي لو كله ما بيطبلش أيها طبعا والله العظيم هو هيعمل لنا مليون حساب لأن إحنا بنقول الصح هو دلوقتي اللي إحنا قلناه مين دلوقتي اللي شكله كويس ومين اللي الناس دلوقتي بتصف الكلامه ما بقى لك بقى لو كل الدنيا كلها بتقول الكلام ده هو هيعمل مليون حساب قبل ما يستبعد العيب قبل ما يضم العيب قبل ما يلعب أي مطش عشان هيقولك إن فيه ناس أعدالي وفهمنا بعمل إيه وهم هيقولوا ايه فانت لازم ان انت الرسال وانتوا بتطلعون ايه عشان نقول كلام في الهوى ولا كلام عشان نستفد منه هو دلوقتي البرنامج الوحيد اللي قال ان الراجل ده مش هيعمل حاجة في البطولة العربية وقلتلكم من اول ما هو قال التصريح للبطولة العربية ولا البطولة الافريقية ده النهاردة في حصرة لكل جماهير مصر بعد الجون اللي ده قال فينا ده اكسم بالله حصرة ما بعدها حصرة واخد دلك فانت ما تجيش بقى عشان واحد سندك بقى من مجلس العدارة ولا رئيس الاتحاد ولا من اللجنة اللي جاي ده بيقول له انا عايز اجدد قبل ما تمشي خمسة واحد اللي جاي عايزك تعمل للعقد عشان انا مع يعني الموضوع انت في البطولة هناك ومفروض ان انت مركز مع الفرق عشان تاخذ البطولة يا حبيبي ما هو عايز يضمن هي سبوبة معمولة عايز يضمن العقل ايه؟ اكبر غلط لو تجددله قبل ما نأخذ هيتعمل له ونوصل كاس عالم وناخد بطولة هيتعمل له وانا بقول له والمدرب مش نتايجة كتن بس هيتعمل له اسمع الكلام هو بيقول دلوقتي ده كويس ان ما خدش البطولة لانه كان هيقول له كان عايز وعايز 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 وكان هيا بص يا اسلام بالامانة في جمهورية جديدة في بلد جديدة بتتعمل لازم برضو الرياضة تواكب الكلام ده لازم يبقى احنا كلامنا مؤثر احنا شايفين وبنقول بما يرضي الله عشان بنحب مصر وكلامنا مش لهدف ان احنا لا هنمسك منتخب ولا ان احنا هنتقلد مراكز ولا الكلام ده احنا بنقول بما يرضي الله عشان ما نصدمش كل شوية انت رحت في 2018 انت لعبت مين في تصوير كاس العالم تقلقك مفيش انت عندك بس المطش المقلق اللي هو المطشين اللي جايين اللي هم في مارس احنا لا عايزين نستعدلهم كويس مش عايزين نتصدم مهما كان الفرقة اللي هتلعبها ايا كان انت لازم توصل انت مصر انت عندك احسن لعيب كرة في مصر في العالم انت عندك بيلعب في منتخب مصر فانت دي كفيلة الوحدي ان انت توصل واخد بالك فمفروض ان الكلام بتاعنا ما بقاش في الهوى يتاخد بيه انا عايز اعرف انتو واحنا بنضرب دماغنا في الحيط وخلاص واحنا بنتكلم وخلاص احنا كل مرة بنطلع صح كل مرة بنطلع صح كل مرة بنطلع صح وهم اللي غلط وهم اللي عاديين وهم اللي يجيبوا الراجل وهم اللي بيعملوا الاختيارات لازم بقى حد ييجي بقى ويقول لك تعالا اقعد معنا يا عم اتكلم معنا قول لنا انتو شايفين ايه مش الريس قال مفيش مدرب اجنبي جي المدرب الاجنبي ازاي سوان هو ولا في انجادة مجنوناش بقى كمترون